بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية سنبتالي تبتدائي فضل الفقرة ان شاء الله سنستعنف مع شاما وسنتكلم فضل الفقرة عن عودة شاما من المدرسة ولقائها بأمها شاما ريما تتخطي؟ ريما قلت等 له معـجه؟ ريما ريما يمتالي تخطي؟ يقولوا الى الحفيظات التي تقول لدينا هم يقولون الى الحفيظات هم يقولون الى الحفيظات يعني الى الحفيظات تتخطي وقت الان تخطي للمات il est à la maîtresse il est à la maîtresse elle m'a donné ses histoires elle m'a donné ses histoires elle m'a donné ses histoires تتcheد قدawiت للمي شي nope شامع oui maman ses histoires sont à moi sont à moi مع la بنافسة لا쳤осто أن يذهب tir câ 갖고 رك Lunar sa May oui maman ses histoires sont à moi Ces histoires sont à moi La maîtresse m'a appris A lire et à écrire La maîtresse m'a appris A lire et à écrire Et à écrire إدم نويد Bonjour maman Bonjour maman ياني يوم سيدي يومي Bonjour maman يوم سيدي يومي إدم Quand on dit bonjour à quelqu'un On doit accompagner La parole par le geste Quand on dit bonjour المقصود عندما نحيي شخصا Quand on dit bonjour à quelqu'un عندما نقول bonjour لشخصيننا On a compagne La parole par le geste يعني أننا نرفق الكلام بالحركة إذا طبقت حالة ترفع الديناء أو تنسلي الموالي الاخري إذا تنقوم بحد الحركة معينة يعني بالموازية مع هذا الكلام إذا Quand on dit bonjour à quelqu'un On a compagne La parole par le geste عندما نقول bonjour لشخصين ما المقصود عندما نحيي شخصين ما On a compagne la parole طبعا تلاحظ لغرب accompagne يعني رفاقة أو رفاقة On a compagne la parole par le geste وهنا تتكلم على الفعل لغرب accompagne مش la compagne يعني البادية إذا On a compagne la parole par le geste يعني أننا نرفق الكلام بالحركة سواء أن نرفع اليدين أو بحركة بالرأس إلى آخر إذا نسمع geste يعني حركة إذا نقول مثلا bonjour les enfants يوم سعيد يا أطفال أو تحية للأطفال الجميلين أو للصيبية الجميلين نقول علي شي واحد بوغوس إذا هنا عدنا بوغوس بوغوس طب هل في المؤنية نقول بال مثلا لا بال في البنات الجميلة مثلا ممكن أننا نقول أو صال لا بال في تحية للبنات الجميلة بالنسبة الأطفال أو الصيبية نقول أو صال أو أو صال صال تحية للأطفال الجميلين شامل ستقول بوغوس يوم سعيد يا أمي أيدان تابد حل ماذا ستقول أم؟ تتخيط تتخيط بوغوس شامل أكي سو پكي أكي سو پكي أكي سو پكي نقول نظر ما هو بوغوس ما هو بوغوس أكي سو أكي سو أكي سو أكي سو أو أب assessment أب Luca ивает في نور المواد والسيئة كلمة NASA ليس نور معاني ديالها أشياء. إذن العلبة تصلح لحمل الأشياء. أكي يسو باكي. لمن هذه العلبة؟ لمن هذه العلبة؟ كما قالت الأم بانجور شاما. أكي يسو باكي. لمن هذه العلبة؟ الأم من استعمل الع자기ي يسو باكي. أكي يمان. سيطاءل إناه لها وبيان سيطانو إناه لانا سيطافو إناه لكم وبيان سيطاء سيطاء إناه لهم أو إناه لهم إذن أكيس كي لمن هذا الدفتر إذن نقول مثلا إليت مصطفى إليت مصطفى إناه لمصطفى أو بيان نقول سيطاء مصطفى إناه لهم صفى إناه لهم كيس 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 فَزَنْ لَا لِيزَنْ أَلَيْتَ عَوْمَعَ اي بيانسور سَنُوهَا پا دَزِينِ لَا پَسَنْ لَا پَسَنْ نَو تَرَاد حَال إدَلَمْ نُرِد إِشَارَ لِشَّخْسْ لِي إِسْمِهِ خَاسَّةً فَالْغَائِبْ نَاقُول سَتَا لُي سَتَا لُي إِنَّهَ لَيْو أو بيان سَتَا أَل إِنَّهُ لَهَا فباقية الحالات نقول سَتَا مَا إِنَّهُ لِي أو إِنَّهَ لِي سَتَا تُو إِنَّهَ لَكَ أو إِنَّهَ لَّكِ أو إِنَّهُ لَكَ إِنَّهُ لَّكِ سَتَا تَا وَبْيان سَتَا اَأَ إِنَّهَ لَهُمْ كما قلنا عندما يقضب على الشيخ Then we ask ourselves Qui had givenه لا باقية ، إنها السيدة أو إنها السيدة أو إنها السيدة نقول إنها السيدة يُقضب على السيدة التي تإعطاء العصر من الذي أعطى العلبة؟ إذا نقول في الجواب إنها المدرسة المقصود إنها المدرسة التي أعطت العلبة أو بيان إنها المدرسة التي أعطت العلبة نطرح الجواب كاملا أو نقول مثلا يعني إنها المدرسة هي للمدرسة المقصود إنها المدرسة تأعود للمدرسة إنها المدرسة Une autre question ماذا أعطت المدرسة للمدرسة؟ إذا نقول في الجواب إنها المدرسة تأعود للمدرسة إنها المدرسة تأعود للمدرسة تقريبا غير وبصغة أخرى كونتيا لوباكي ماذا تتضمن العلبة؟ كونتيا لوباكي كونتيا لوباكي إذا نقول في الجواب إل كونتيا ديزستوار إل كونتيا ديزستوار هو يحتوي طبعا كنت نتكلم على لوباكي كلمة مذكرة في اللغة الفرنسية إذا كأننا نقول هو يحتوي على قصص إذا إل كونتيا ديزستوار هو يحتوي على قصص المقصود العلبة تحتوي على قصص il contient des histoires sur l'image voilà c'est une histoire c'est une histoire إدن على الصورة عندنا قصص إدن كمارا أين bonjour شاما أكي سو باكي شاما il est à la maîtresse elle m'a donné ses histoires تتري tu sais lire maintenant tu sais c'est le verre savoir savoir يعني عرفة ومن هل savoir يعني المعرفة إدن tu sais lire أنت تعرفين القراءة maintenant maintenant veut dire à ce moment à ce moment يعني في هذه اللحظة maintenant المقصود به الآن إدن تتخذ tu sais lire maintenant tu sais lire maintenant أنت تعرفين القراءة الآن يعني هل أنت أصبحت تتعرفين القراءة الآن tu sais lire maintenant أنت تعرفين القراءة الآن la question كو دمان تتخذ الشاما كو دمان تتخذ الشاما مرد تسأل تتخذ الشاما كو دمان تتخذ الشاما كو دمان تتخذ الشاما في الجواب نقول Elle demande Elle demande elle?", cs, elle sait lire elle demande الشاما cs, c, l Vode elle demande الشاما cs, elle sait lire elle demande الشاما cs, elle sait lire هي تطلب من passions 오히려 أنت تعرف الخراءة إدن maintenant نقصد به en ce moment maintenant يعني الآن en ce moment يعني في هذه اللحظة الوقت هي اللحظة نقول مثلا الآن نحن في القسم أو نقول كمثال في هذه اللحظة نحن في القسم إذن كما قلنا أنت تعرفين القراءة الآن إذن ماذا ستقول شامع؟ شامع؟ نحن في القسم كمثال في هذه المصاقة الوقimeter قلنا أنت صرف في النهار قلنا أنت رسم قلنا؟ إذن يا مما؟ جامع؟ السقيقة هل تعرفين؟ شامع؟ إذن قالت لا نعم أمي هذه القصص هي لي المدرسة ما أبري يعني أنها علمتني طبعا لدينا البرب أبرند أبرند يعني تعلم أو علم إذن عندنا هنا المدرسة ما أبري يعني أن المدرسة علمتني طبعا لدينا البرب أبرند في الماضي طبعا لدينا نعمل الماضي إذن المدرسة علمتني طبعا لدينا البرب أبرند وسبقناه بأفوار طبعا لدينا تنقل جا تيا إلا أ إذن هنا عندنا المدرسة أأبر هذا هو الأصل يعني المدرسة تعلمت أو علمت إذن عندنا من اللي تنزدو لها الضمار يعني أنه علمتني ديك ليه اللي عندنا تتعكسها دعام لكينانا إذن لا مدرسة ما أبري ما أبري يعني أن المدرسة علمتني في الماضي أما إذا قلنا لا مدرسة ما أبرند يعني أن المدرسة تعلموني الآن إذن لا مدرسة ما أبري أبري يعني أن المدرسة تعلمتني القراءة والكتابة تبتحال لعب أبري يعني أن المدرسة تعلموني الضمار إذن لا مدرسة تعلموني الضمار وكتابة إذن لمن هذا الشيء؟ هنا عندنا لمن هم؟ القصص القصص في الجواب ماذا سنقول؟ القصص هم؟ يعني هم تتكلموا عن وجود ديانهم انهم كينين بالصح كما قلنا فيما سابق وهو فعل ديالكينونة اللي تتكلموا على الماضي تقولوا كان أو كنتو يعني أنني كنت فعلا وأنا الآن كائن إذن تقولوا جسوي هنا عندنا لزيسوار صان يعني أن القصص كائنون كما لو نقول الشامة كائنون لشامة يعني أنهم موجودين لشامة كما لو نقول المقصود بأنهم لشامة إذن لزيسوار صان تشامة لزيسوار صان تشامة إذن القصص هم لشامة إذن كاسكو لما تخيس أأبخي أشامة كاسكو لما تخيس أأبخي أشامة ماذا المدرسة علامة كما رأينا فيما سابق سالوفرب أبخوندر أو باسي كومبوزي إذن عندنا لوفرب أبخوندر فالماضي مركب لأنه مركب من الفعل اللي عدنا به الأهمية اللي عدنا به الغرب المقصود عدنا مركب أيضا مع لكسيليار عندما اللي عدنا هنا عدنا لكسيليار أفوار إذن كاسكو لما تخيس ماذا المدرسة علمت لشامة ماذا المدرسة علمت لشامة ألوي أأبخي أليغ أأكريغ أأكريغ ألوي أبخي أليغ أأكريغ هي علمتها القراءة والكتابة إذن أكيب بغ الشامة إذن عموما من القصة أكيب بغ الشامة من الذى كانت تتك breasts مثل مấy بغ الشامة أكيب بغ الشامة أكيب بغ الشامة إذن هي مع الفصMaة أكرم المدرسة شامة�리 مع الفصمة كاسكو لما أدعي أدعي خاصة أدعي خاصة ؟ ماذا أعطت المدرسة لشامة إذن المدرسة أدعي خاصة إذن المدرس أعطت لشامة قصصا كسفار شامة مانتنون كسفار مادة تعرف تفعل شامة مانتنون شامة الآن يعني المقصود كسفار شامة مانتنون كسوى سنفعة بصفاظ جو سي أنا أعرف تسي أنت تعرف يلسي هو يعرف ألسي يتعرف كو سفر شاما ماذا تعرف في علاو شاما كو سفر شاما مانتنو الآن إذن كو سفر شاما مانتنو ماذا تعرف شاما في علاو الآن كو سفر شاما مانتنو إذن في الجواب نقول شاما سي لير و إكفير شاما سي إكفير و إلير نأخذ الحوار التالي بين كنزا و أمها يعني في حوارين يحاكي هذا الحوار الذي رأينا كنزا كنزا تقول كنزا يمساعد يا أم كنزا يمساعد يا كنزا كنزا إلي تامجدا إلي تامجدا إلي ما دوني أن تويد دمينو إلي تامجدا إلي تامجدا إنهو لمجدا يعني أنه دلكيس يعود للمجدا هل ما دوني هي أعطتني لعبة الدومينو؟ كنزا هل ما دوني أن جوه دومينو؟ لا ماما تستجوه الدومينو مانتنون؟ أنت تعرفين اللعب بالدومينو الآن؟ المقصود هل أنت تعلمت اللعب بالدومينو الآن؟ لا ماما تستجوه الدومينو مانتنون؟ نعم يا ماما دوني أنت الأن الي ممت LET شغلا. مجدا للمتتني لعِب بالدومينا إذن نعيد حوار شاما تم نعيد حوار مجدا حوار شاما شاما bonjour ماما تتخيط Bonjour شاما أكي يسو بكي aşكي سوطاكي كنزا، هناك مجدا، لقد أعطت مجدًا، لا ماما، تسعيني الآن؟ كنزا، نعم ماما، لقد أعطت مجدًا، لقد أعطت مجدًا إذن أكتبار القرح يكم الله وإلى اللقاء النقادين بإذن الله